بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنن الصالحين توحيد الهدف وهدف الإنسان حدده الله سبحانه وتعالى الهدف المؤمن الطائع لله سبحانه وتعالى التحصل على رضى الله جل وعلا فالغاية العظيمة التي نسعى إليها هي رضى الله أن نكون من هذه الثلة المباركة التي تدخل جنة الله جل وعلا فترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ألوان النعيم وبعد أن رأوا هذا النعيم المقيم ببركته الفوز بجنة الله سبحانه وتعالى يقول الله لهم هل رضيتم الله أكبر أرأيتم هذا الفضل أيها الكرام المؤمنون أرأيتم هذا العطاء لهذه الثلة المباركة التي دخلت جنة الله سبحانه وتعالى وفازت بجنة الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز المبين الذي ينبغي أن نطمح إليه أن نتحصل على رضى الله لندخل جنة الله لنفوز بالنعيم المقيم أن نكون من هذه الثلة المباركة التي تدخل جنة الله سبحانه وتعالى ببركة الأعمال الصالحة والإقبال على طاعة الله جل وعلا وبعد ذلك وبعد هذا الدخول وبعد هذا النعيم في جنة الله سبحانه وتعالى يقول الله لهم بعد أن رأوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ألوان النعيم يقول الله لهم هل رضيتم أنتوا رضيين عن النعيم اللي أنتوا في ذا نعيم الجنة نعيم الجنة هل رضيتم فكأني بهم في استغراب كيف لا نرضى بهذا النعيم فيقولون فيقولون كما في الحديث وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين إزاي ما نرضاش وقد دخلنا جنة الله ورأينا النعيم المقيم وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول الله لهم أفلا أعطيكم أفضل من هذا فكأني بهم لا يتخيلون وجودا ما هو أفضل مما هم فيه ما الذي أفضل من النعيم المقيم الذي هم فيه في جنة الله سبحانه وتعالى فيقولون وأي شيء أفضل من هذا إلي ممكن يكون أفضل من الجنة ونعيم الجنة فيقولون وأي شيء أفضل من هذا فيقول الله جل جلاله أُحِلُّ عَلَيْكُمْ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهَا أَبَدًا الله أكبر رِضَ اللَّهُ أَعْظَمُ مِنْ نَعِيمِ يقولون وأي شيء أفضل من هذا فيقول الله لهم أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهَا أَبَدًا اللهم ارضى عنا يا رب رضى الله هو الفوز العظيم هو الغاية فينبغي أن نوحد الهم أيها الكرام المؤمنون في هذه الحياة هدف المؤمن في هذه الحياة الدنيا التحصل على رضى الله سبحانه وتعالى فيؤجر على كل لحظة من لحظات حياته بالقيام بقربة الوقت التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فكل وقت له قربته كل وقت له قربته فيعرف الإنسان ذلك فيحرص على أن يفوز في جميع أوقاته بفضل الله سبحانه وتعالى فقربة الإنسان وهو في العمل أن يحسن العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء إن الله كتب الإحسان على كل شيء فيحسن العمل ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى وتأدية للأمانة التي خوله الله إياها في أثناء العمل فإذا نادى منادي الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح فقربة الوقت أن تكون في المسجد لتركع مع الراقعين وأن تقوم لتصلي أن تقوم لتصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى فأفضل الأعمال الصلاة على وقتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الطريق قربة الوقت غض البصر كف الأذى رض السلام الأمر بالمعروف أنه عن المنكر فيعطي الطريق حقه إذا ذهب إلى البيت فقربة الوقت أن يقوم بواجب القوامة التي خوله الله إياها فيقي نفسه وأهله نارا وقودها الناس والحجارة فيقوم على مصالحهم الدنيوية وعلى مصالحهم الدينية وكذلك يعطي كل ذي حق حق فيوحد الإنسان همه وينظر إلى رضى الله الذي يوحد الهمة أيها الكرام المؤمنون ويعرف هدفه في هذه الحياة الدنيا إذا ما تعرض لأي موقف من المواقف إذا ما تعرض لأي موقف من المواقف فإنه يختار الأنفع له عند الله وإن كان ذلك على خلاف هوى النفس فمثلا أن الأنفع له عند الله أن يدفع السيئة بالحسنة أن يقابل السيئة بالحسنة أن يعفو وأن يصفح والنفس تميل إلى الانتقام لكنه يعفو ويصفح ابتغاء رضوان الله توحيد الهم والعمل على تحقيق الهدف الذي يطمح إليه المؤمن هو رضى الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يختار الأنفع له عند الله وإن كان ذلك على خلاف حظوظ نفسه وعلى خلاف راحته الدنيوية لكنه يتنافس لأجل الله سبحانه وتعالى يبذل من وقته ويبذل من ماله ويبذل الغالي والنفيس لأجل أن يرضي الله سبحانه وأن يتحصل على رضى الله جل وعلا وعجلت إليك رب لترضى فيسارع في أعمال الخير بقدر طاعته بقدر طاقته يسارع لأجل أن يتحصل على رضى مولاه سبحانه جل في علاه هدفه ليس كغيره من الناس هدفه أن يتحصل على رضى مولاه فلذلك يبذل لأجل رضى الله الغالية والنفيس أولوياته إذا تعارد شيء من أمور الدنيا لو فرد وجود تعارد إذا تعارد شيء من أمور الدنيا مع ما يرضي الله سبحانه وتعالى قدم ما يرضي الله ونفسه راضية طيبة لأنه يريد الأجر في الصراء يؤدي واجب الشكر وفي الضراء يؤدي واجب الصبر فيصل إلى الرضى بقضاء الله وقدره وإن كان القضاء على خلاف ما يريد لكنه يصبر حلاوة أجرها أنسته مرارة ألمها فيفعل الأنفع له عند ربه ومولاه سبحانه وتعالى فيسارع في الخيرات علينا أن نوحد الهدف وأن نرتب الأولويات على هذا الهدف ألا وهو رضى الله وصل اللهم على نبينا محمد وآله اشتركوا في القناة